قال موجه لوزير ومطالب بالإيجاب عليه. ما يستعملوش. يستعملوا الندوة الصحفية. نش موش نخلق. هو لجنة تعقيق البرلماني. نش تعقيق البرلماني. نتجاوز الشكل. هنا حتم لبنية. نجيوز الموضوع بيدو. اسئلتك خطر نحب نفهم المعلومة ونوصلوها للناس. نواب الشعب. عندهم الحق باش يزوروا السجون ليلا أو نهارا. آآ مغير ما يعلموا. مغير ما يدخلوا. أنا عندي في هذه الثيوري زملائي النواب يكرهوا ما يحبواش. أنا حكيت هالعمل الرقابي للنواب على الحكومة. هذا نشوفي غلط. كيف هاش. العمل الرقابي للنواب على الحكومة عنده آليات. الأسلة الليجان. الأغتاليجان. وألا التحقيق والليجان التحقيق البرلماني. أما هذا نيب هاز روح وماشي داخل اسبيتار. عايتولي على المدير خنشوفه يخدم والله. ذهب لحقيقا انتها ربي ما قال فاني تعف حتى دولانا. وتحت مسمى العمل الرقابي. ولا قد زرت اليوم ميدانين وزارة التجهيز. ولا قد زرت ميدانين لدار العام للأشغال. ولا قد زرت ميدانين. أنا سامحوني زملائي النواب. هذا تجاوز القانون. ما هو تجاوز القانون؟ إنه نايب يعطي للروح الصلاحية بش يجتمع بمديرين جهويين في وسط بتاع وزارات. ولا بش يمشي يزور مرفق عمومي على أساس إنه جاي راقب فيه. باي. راوليدي راول مديرين موظفين دولة ومحميين بالوظيفة العمومية وعندهم أجهزة رقاب وعندهم تفاقدي وعندهم عرف موزير. با. الأتيهامات طوء المواجهة للنواب الناطق واهي. باي. عزيزة طوء بالنسبة لزيارات السجون. زيارات السجون راية متاحة ما أم بواحدة حكون著 زيارة تعطيها النياب العمومية وإلا متاحة اللي يخدمون في على منحة التعذيب أنا على حد علمي البسيط أن هو هو الوحيد الipeس جماعة التي عندهم المنهزة للتعذيب. وإلا موجودين بترخيص بزيارة. عما مش تقول لي نايب داخل المؤسسة السجنية. كيف وكيف النايب اللي متصورة. عاد ما مش يوالو تقول النواب. يا هبا تلبو شو شو تقول معي طول على العوانيج. خلنا نراقبهم العواني. خدمة ما خدمت. شعطيني تقاريرك واعتها ذي. يزمنا ان الزملين النواب يفهموها الحكاية. هذي روء احنا معناش الحق انه نراقبوا اعمال الدولة مباشرة. نعم فما قليت في البرلمان. انا نطرح الموضوع من زاوية اخرى. اذا يا نايب. اه معناها عندكم الحصانة. عندكم الحصانة في اطار العمل البرلماني. تحكي تقول عندي معلومات حول موضوع الفلان. اخطر ما فما هو انك تخليها في المهموتة. سحي. ملوش عامل ندوة صحوفية. شتعتي معطيات؟ قول فلانة فلانة. اي اي اي. انا نجيك توع. نايبة فلانة فلانية. لينة ما فيما طائلة القانون الاخرى. خلينا طائلة القانون انتي. ملا اسكت. واضح يا أعطي أسامية أو أسكت أما أعطي المعلومة كاملة وإلا أسكت هذا السلوك هذا فما حاجتين ومتفق معك سفين العمل الرقابي للنواب لا يمتد إلى أنهم يعوضوا هيكل رقابة الدولة فماشي نايب داخل الأسبتار ولا ماشي لبراسة ثانية ما تنجمش تسمح الروحك كنيب منتها شعب أنك تلوث سمعة مجموعة كاملة من الناس اللي هي وزارة العادل تقول اسمعنيها واش معنيها اللي دار العمل للسجور في الساعة متواطئين قضاءة تونس وكلهم في الساعة موظفي وزارة العادل المرتشي ما تسلع على القضاء حتى مليك ما نختم معك فاصل وبعد نستقبل المستمعين اليوم الساعتين اجتماع رؤساء الكتل حول اللائحة اللي جزء ما مقدمها عابير موسي ودستوري الحل الحر لإدراج تنظيم الأخوان كتنظيم ريبي المواطئيات هذية اللي توا أدلت بهم عابير موسي هل يمكن أنكم تتحدثوا فيهم في إطار التشاور حول اللائحة لا مدخلوش في إطار اللائحة احنا أنا ما نخلطوش بالأشياء أعطيتك رأي في الندوة الصحافية وقالتك شنور رأي لا لا لتدعيم قد يكون هذا لتدعيم موقف من اللائحة أيضا معناها حتى اتصاليا من قبل الدستوري الحر يمكن هذا الهدف أنتو حتى علاقة بالنسبة لأنه لأنه هذا ما فيش معطيات اللي تجي حتى معطيات فيه كلام عام يشير إلى أنه العدالة التونسية فاسدة واضح شكرا لك حاتم لمليكي أعطيك الصحة سوفين شكرا لك